ما عندي تجربة مباشرة عن العودة للبيت أكتر مرة عشت فيها خارج بيتي لا تزيد عن ست شهر ويمكن تكون هاي فترة كافية لا يكون فيها لحظة عودة للبيت بس بالواقع أنه بمدن مثل مدنة اللي ما فيها إلا مستلزمات البقاء حيا ها المدينة ما بتعلم ولا مرة ذكرياتنا ذكرياتنا بتبين باستمرار أقوى وأكبر من الأمكن اللي حصلت فيها أول قبلي مثلا ممكن تكون تحت جدار مترب رائحته كريهة وبالتالي يعني أول قبلي صعبنا تلتصق بالجدار أول مجامعة ممكن تكون بتاخد منبوش وممكن كما يكون فيها ريحة وبالتالي بيصعب أنه هالذكرة الأولى تلتصق بمكان بس هذا ما بيمنع أنه عندنا علاقة بالأمكني ما بنتبينها إلا بعدين أنا بفسر علاقتنا بأمكنتنا مثل علاقتنا بأمهاتنا والأرجح أنه جايين من بعض علاقتنا بأمهاتنا المكرهات المحبوبات أبائنا بالنسبة إلنا آلهة وبنفكر أنه كثير نحنا إلنا علاقة فيهم بس بلحظة ما بنيكتشف أنه ما إلنا ولا علاقة فيهم مثل ما إلنا ولا علاقة بالآلهة أمهاتنا هني لعلاقاتنا الشائكة كيفية والواقع أنه هي علاقات حب كره وعلاقاتنا بالأمكني تقريبا هيك أنا موجود بمدينة هي صور واللي حصل أني كتبت مش أرصيدة واحدة بضع قصائد عن صور واللي كتبتها عدة مرات هلأ صور بالنسبة إلي هي تماما بما أقول هي مدينة مرتجلة مثل المخيمات يعني مدينة فيها كل وسائل النوم والأكل والشرب ما بتقدم شي آخر هل مدينة هي سفرت أول مرة ورجعت حسيت لدى عودتي بدفء فعلي بأنني وجدت ضمن مائي يعني بمعنى آخر وجدت بشكل أو بآخر ضمن أمي والغريب أنه وقت السفرت أول مرة على فرنسا آآ الثلاثة شهر الأولى كانت ثلاثة شهر سا عادي بمعنى أنه كنت عم نشوف العالم لأنه هاي مدن مثل مدنة هي تقريبا مش العالم بنشوف العالم نشوف شو معنى مدينة شو معنى جمال مدينة شو معنى آآ مدينة آآ آآ مش فقط بتقدم مستلزمات البقاء حية أنه بتقدم مستلزمات الحياة كنت ببريز مبهور ومدهوش وما زلت بس بعد ثلاثة شهر أولى صابني حنين هائل وقت الكنت عم بسأل حالي أنه ليش الحنين فجأة يعني فكرت أو انتبهت أنه علاقتنا بالمدن اللي طالعين منها هي مثل علاقتنا بأمهاتنا هي علاقة غامضة وعلاقة لواعي علاقة غريزية علاقة بصعب تسل